الجزائر عندها مشكلها مش من الان راها كينا هناك سراعات الناس تشوف ملعب في تيزي وزو ما هيش الناس تناقشوا الميزانية ها ما هيش الناس تحكي الميزانية وما هيش تحكي المدة اللي قضاوها على جلباش يديروا هذا الملعب الناس تقشي الناس قاعدين متقتلين في الفيسبوك واحد نسميوه مع طبل والناس واحد نسميوه محمد شريف حناشي واحد كذا وكذا وكذا هذا هو الوعي اللي راكم تحكيوا عليه هذي الجزائر الجديدة بتحكييش انت على البيجي انت على الاسطاد ولما تقول لهم عليك ايش مستشفى ولا وراه المستشفيات عندهم مستشفيات بمقاييس عالمية وراهم مستعدين باش يديروا لكوب ديمون في وقت اللي قلوا بها في وقت وكف оказاء ايضا لضوف نت انتبهم لان حمدهم في حقا ��ما قلوا باتات وليقات ورئنا مستعدين باش يديروا زوج تع له كوب ديمون قاله كيفا لاعني ذلك اليهم نبكم نационح أخبر فيها ها هيجزائرة مستعدة هذه الكتب الخطر عليها وجد صادت وظاهر الجزائرها ممستعدة باش يدير الكوب دافرك وانتع له كوب ديمون ها ها نبقى وكيف نبقى مستشفيات لكي أعود المسؤولين لكي يدير سنيه في الجزائر ويتبعون كيف يدير سنيه في الجزائر وكيف نبقى ها مستشفيات في الجزائر بالمقاييس العالمية ويقوم المواطن لا يخرج والجزائر لديه كل الامكانيات خرجنا وعشنا في الخارج ورانا شايفين الدول كيف عايشها ورانا كان كلش في البلاد كان كلش الجزائر رانا فيها الخيرات اللي فيها مكان حتى في بلاد أخرى لكن حبين هو انه يكون هناك صدق يكون هناك موضوعية ويكون هناك إخلاص ونشوفوه أشياء مترجمة على أرض الواقع شوفوها شي بتبلعيط وبلا بلا شكرا